برحب بحضراتكم مرة تانية وأكيد كل حد من جماهير النادي الأهلي الفترة دي مش بيفكر غير في السيناريو مباراة فيتا كلب إيه اللي هيحصل فيها مفروض الموثيمان يبدأ بمين يلعب بقانه تشكيل كل ده الحقيقة في جماهير وفي بالك كل الجماهير الحقيقة كله بيفكر في المباراة دي في السيناريو ده والحقيقة أنه خلينا طمين حضراتكم أنه الجهاز الفني والعيبة عامين كل عليهم وكويس من الصفر من دلوقتي والتدريبات تكون في وقت حر جدا شديد الحرارة علشان يبقى ملائم لمباراة فيتا كلب أو في نفس الموعد وكمان طبعا أنهما يقدروا يتمرنوا أكتر على الجيل الصناعي نتكلم أكتر عن المباراة دي وعن الفترة اللي جاية وهي فترة حاسمة الحقيقة بالنسبة لنادي الأهلي في مشوار أفريقيا مع نجم الأهلي السابق كابتن عبدالله جلال برحب بيك يا كابتن أهلا وسهلا بحضر لكم أستاذ المشاهدين برحب بيكم نوارنا طبعا وخلييني أبدأ معاك من مباراة فيتا كلب مباراة العودة وانت عارف الموقف في المجموعة وعارف قديم مباراة دي الفوز فيها مهم شايف المباراة فنيا إزاي ومدى صعوبتها بالنسبة لنادي الأهلي لا يا بسم الله الرحمن الرحيم في الأول كده يعني هي مباراة مجملا كده في الظاهر يا صعبة لكن هي ممكن تبقى جوة الملعب بشكل آخر يعني بتبقى سهلة اللي بيسهل الماتش دايما هو اللعيبة اللعيبة هي بتبقى عايزة أي من الماتش طالما أنت عايزة أي من الماتش وعايز مكسب أو نزل على مكسب بتسهل على نفسك دايما جوة الجيم نفسه بجانب التعليمات بالتنفيذ التعليمات من المدير الفني مستر مسماني طبعا هو طبعا حر في اختار تشكيلته في لعبته إزاي هيئهم للأجواء اللي حضرك قلت عليها برضو الأجواء الحرة ملعب نجيل صناعي فكل ده بصعوبات ممكن تقابل الفريق لكن كشغل فني ما أعتقدش أن برضو كم الفرص اللعبة النادي الأهلي ضيعتها في المباراة اللي كانت هنا في السادة القاهرة تقدر برضو أنها تعوضها هناك لكن الأجواء تبقى مختلفة شوية لأن أنت هنا لعبنا مثلا في أجواء ليلية ملعب طبيعي دي الحاجات اللي ممكن تأثر العواقق بس لكن على المستوى الفني أنا شايف أن فيه فرقات كبيرة إن شاء الله وديه صالح النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي طبعا أن يقدروا تغلبوا بيها على فريق فيتا كلاب هناك القصة كلها برضو أن برضو الأجواء الفترة اللي فاتت أو النتائج اللي هي بتاعة الفريق في الفترة الأخيرة هي اللي ممكن لحد ما تكون يعني فيها قلة مديها قلة ثقة شوية عند بعض الجماهير لكن الموضوع نفسه أو القصة نفسها في المباراة تبقى صعبة هناك لا هي مش هتبقى صعبة لأن هي ممكن لصعبة بس الأجواء أول ما